بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عيصان ذكر رحمة ربك عبده زكريا أيذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل رأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث ملال عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا أنا نبشرك بغلام اسمه نحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومهم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا لوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك يا بلك غلام زكيا قالت أن لا يكونه غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو عليهم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فما دا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النقلة كالساقط عليك رتبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك رأسا وما كان تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك ميلما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي نمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع لم تعبد ما لا يسمع ولا يغصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطاً ثوياً يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عنانهتي يا إبراهيم لإن لم تنتي لأرجمنك واجرني منياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأبعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعطوب وكلاً جعلنا نبيئاً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً واذكر في الكتاب بوسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً مبيئاً وناديناه من جانب الطور ليماً وقربناه نجياً ووهبنا له من رحمتنا أخار هارون نبيئاً واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعل وكان رسولاً مبيئاً وكان يامر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيئاً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعم الله عليهم من المبيئين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف نظاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يضرهون شيئاً جنات عدل التي وعد الرحمن عباده في الغيب إنه كان وعده ماتياً لا يسمعون فيها نغوى إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً تلك الجنة التي نورج من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبير لعبادته ألتعلم له سمياً ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حياً أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتياً ثم لننزعن من كل شيعة ليهم أشد على الرحمن عتياً ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جتياً وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نبياً وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن أتاة ورئياً قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك سواباً وخير مردى أفرأت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أن مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عاداً كلاً سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول وياتينا فرداً واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم حزاً كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأسهم أزاً فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً ابداً يكاد السماوات يتفطر من وتنشق الأرض وتقر الجبال وتقر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها لقد حصاهم وعدهم عداً فكله آتي في يوم القيامة فرداً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنجر به قوماً لدى وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حد ما تسمعونهم نكزاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر